بالله الرحمن الرحيم بعد ما وفقته بقى على الاجهزة فنيا يعني انتو عجبكم الاجهزة المطلوبة المفروض بقى تشوفوا اسعارها يعني خلي بالك ان انت ما بتوفيش على الجهاز عشان سعره حلو الاول تبتوفي على الجهاز الاول مقبول عندك ولا مش مقبول بعد كده نشوف الاسعار بقى للشركات ما قدمها لكل جهاز من دون انت بقدام قلت مثلا ان فيه مثلا كذا جهاز منهم كلهم مقبولين بالنسبة لك كلهم كويسين خلاص نشوف بقى اسعارهم وكده المفروض ان انتو تختاروا نظرين يعني ارخص سعر المفروض تشوفوا بقى بدام انتو قابلتوا تلات اجهزة اي واحد منهم لو جالكم في معمل التراتين بيه تختاروا ارخص سعر بقى المفروض طيب نحدد ارخص سعر ده ازاي في واحد حيقول لي سهلة جدا افتح تلات عروض ولا ان ده ارخص سعر وخلاص عكده هقولك لأ عشان تحدد ارخص سعر بتشكل لجنة لجنة تانية ممكن تكون نفس اللجنة من نفس الدكاترة بس فيه محضر جديد محضر يعني الورقة اللي ا اجتمعت فيها لا اللي بتزبط ان اللجنة دي اجتمعت يعني بتشكل لجنة تانية اسمها لجنة الفحص المالي او لجنة فحص العروض المالية برضو من دكتور فلان وفلان وفلان هدفها فحص العروض المالية بقى اللي فاتت ان اسمها العروض الفنية دي اسمها العروض المالية واللجنة توصلت انه الجهاز الفلاني سعره كذا والجهاز الفلاني سعره كذا والجهاز الفلاني سعره كذا والجهاز الفلاني سعره كذا واي بتكتب قررت اللجنة ترسية العرض على شركة كذا يعني اللجنة وفقة على الجهاز اللي جاي من شركة كالب. خلاص? واحد هيقول لي طب دي امرأة سهل يعني ليه بنعمل حاجة زي كده? مو واضحة يعني او احنا ممكن نعمل الجدول ده بتابع اللجنة الاولنية خلاص. هقول لك انه ساعات بيبقى فيه قواعد للمفاضلة غير السعر. يعني انا لما بيشوف مسلا الاجهزة احنا خلاص وفقنا على ثلاث اجهزة اه او اربع اجهزة قدام مننا وفقنا عليهم. مش بس الاقال لسعرا. ساعات بيبقى في الجهات المانيحة تسمح بقواعد مختلفة عن كده. زي مسلا يقول لك ايه? يقول لك الاولوية للبضاعة الحضرة. افرد مسلا جهاز مسلا ثمنه اربعين الف جنيه. وموجود في مخاصن الشرك. وجهاز تاني ثمنه تلاتين الف جنيه. شبهه اخوه التوقم. اش هقول لك انه جهاز قريب منه. اخوه التوقم. تلاتين الف جنيه. بس هيجي استراد بعد سبع شهور. فتيجي الجهة المانيحة تقول لك لا. فيه الجهة المانيحة ممكن ترضب كده. انت انت كدكتور بالنسبة لك عشر تلاف جنيه. انت كده كده جاي بالخصوص كلها من الجهة المنحة. فانت تقول لهم يا جماعة احنا احنا عايزين الجهاز البربعين الف ده. وندفعه للشركة اللي عندهم بضاعة حضرة. وهيجي تورد في خلال شهر. يعني الجهاز نظرين الاول ما تدفعه للشركة هيجوا يجيبه لكم تاني يوم على طول يعني مثلا يعني. المفروض. فاااااا. ليه نستنى تلاتين الف حتى لو عشر تلاف دول القليلين. ليه نستنى سبع شهور? تاني حاجة الشركات ما بقيتش تستنى سبع شهور. الشركات بتكتب لك ايه? تكتب لك التسليم في خلال سبع شهور? او حسب ظروف الاستراد في الدولة? ايهما اقرب. يعني افرد بقى احنا في المطار مثلا اعادنا في الجمارك. اتأخرنا مثلا ايه? تلات اربع شهور كمان فوق الست شهور. ولا سوق السبع شهور. ماكش حاجة عندي. ان شاء الله يا رب الجهاز يجي بعد ما المشروع يخلص. ماناش دعوة. المهم ان انتو اتفعتم معا لاستراد. فبقيت مع صعوبة الاستراد بقيت الجهات المنيحة بتفضل البطاعة اللي ايه? الحضرة اللي موجودة. طيب رو محد ممكن يقول لي ازاي جهاز موجود جوه البلد باربعين الف. وجهاز يجي استراد من بره تلاتين الف. هقول لك بمنتهى البساطة. هو جهاز نفسه كله على بعضه مثلا تمن ومسلا عشرين الف. العشر تلاف الشركة اللي عندها الجهاز بضاع حضرة قدام منهم عارفين المشكلة دي. وعارفين ان انو انو الاستراد صعب. وعارفين ان انت الاولوية للحاجة اللي موجودة قدام منه. فهو بعارف ان هو معاه جهاز لقطة. كل الناس مستنيه في المخازن. وهو قاعد عنده في المخازن ما بيقولش لا. الجهاز لا بيقعطل ولا بيبوز. حتى جهاز في كارتونته متأفل وزي الفل. وهو استورده زمان من بره يعني. من بدري زمان. وجابه خلاص وعنده. والنس محتاجينه. فهي عملية يقولك ماشي. بس انا الجهاز انا هو كان واقف علي زمان بخمساشر الف. انا عايز فيه اربعين. كده مرة واحدة. فاستخلال. بس انت الاستغلال ده بالنسبة للجهات المناحة. عشر تلاف جنيه زيادة فرق في العرضين. مش كتير بالنسبة لان ان انت توفر لك الجهاز. فالجهة المناحة برضو تبقى عايزة عايزة الخير لكم يعني. تاني حاجة برضو ساعات بيراعه ممكن يعني والله اعلم انا مش متعكد او بالنقطة دي بيراعه المبيزات الاضافية. ساعات فيه مسلا شركة تقول لك بس ان احنا عندنا جهاز مسلا باربعين الف. بس احنا هنعمل لك معي تدريب كويس. يعني هنجيب لك مهندس مسلا يعمل لك تدريب. اللي الشركات مش ملزمة. الاصل انا مش ملزمة بتدريب. الاصل انا ملزمة بتعليمات تشغيل. تشغل لك انا الجهاز وتوري لك بص الجهاز يتنور. الجهاز بيسخن. الجهاز بيبرد. اه? وخلاص يوم المهندس سابق وماشي. لكن ده يقول لك احنا هنعمل لك تدريب عليه. رقم التين ممكن يقول لك احنا هنعمل لك عقد صيان لمدة سنة. من عندنا. اللي هي من يسموها خدمات ما بعد البيع. احنا هن اي وقت عايزنا بعد سنة? في خلال سنة احنا هنجي لك على طول مباشرة مليك اولوية عندنا. هنجي لك اي قطع تغير اي حاجة. طبعا على حسابك كده على الغيار دي وكده. بس هنشوف كده انتم عايزين ايه. تاني حاجة ممكن ضمان. يدي لك ضمان اطول. والضمان كويس. الضمان احنا هنصلحولك لو فيه اي عيوب تصنيع احنا هنصلحولك لحسابنا. او احنا هنغيرولك لحسابنا. اه بس صبعا الضمان احنا عارفين ان فيه دايما مشاكل ما بين سوق الاستخدام وبين سوق التصنيع. فممكن الشركة تهرب منك وتقول لك ده سوق استخدام. لكن ما علينا يعني مش هتوخش في القصة دي قوي. لكن في داخل خدمات ما بعد البيع بتفرق كتير. ففي شركات ممكن بتبقى شطرة في المميزات اللي زي كده. تلاقي مسلا شركة تانية مورضة لك الجهاز اخوه بالزبط. مسلا بخمسة وترتين الف مسلا مش بربعين الف. بس مفوش الكلام ده كله. فتلاقي انت ممكن يبرره الدكاترة. يكتب كده يقول لك احنا رغب من الشركة دي ارخص من دي. الا ان احنا اخترنا نرسي العرض على الشركة اللي بربعين الف. وذلك لوجود خدمات ما بعد البيع. زي الصيانة وزي كزا وزي كزا وزي كزا وزي كزا. وده بيفرق مع 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 الجهات المانحة. ساعات بيقبلوا. ماليا. بيوافقوا على الكلام ده. لان انت كده كده مش تدفع فلوسا لما يوافقوا الناس على الكلام. فبيوافق. اه وساعات المكان بيوافق. عشان زي ما اتفقنا. ليه? اللي مسلا فيه ناس ممكن يكونوا جابوا جهاز. مسلا الجهاز ده بعد فترة حصل فيه مسلا عطل صغير او فيه مشكلة او حاجة. يكلم الشركة اللي وردته يقول له حاضر بس احنا والله مشغولين جدا ومهندس مشغول هيجي لك كمان شهر. فكمان شهر ده واسع او يقول له طبعا هعمل ليه والله ما عنديش معايد الى كده. لكن لو فيه عقد الصيانة بينك وبينه بيجبره بالتوقيع بيجبره ان هو يجي لك في خلال مسلا يومين او ثلاثة يام عمل من ابلاقه. فلازم يجي لك في خلال يومين او ثلاثة. فهو بيوفر لك مهندس يتصرف. هيجيب لك المهندس. فالشركات بتعمل كده مكسبهم من حاجة زي كده. من عقود الصيانة والحاجات اللي زي كده. فخدماتنا بعد البيع بمشاطرين او الشركات اللي بتعرف ايه تقدم خدمة كويتة يعني. اه برضو فيه شركات ممكن يعمل ايه يقولك احنا هنعمل لك زي صيانة دورية. لوحدنا كده. يعني احنا مش بس لما حاجة تعطي لعندكو. احنا هنبعت لك واحد كل ست شهور. يعمل لك معايرة تاني للجهاز واعادة ضبط للجهاز. وهيفتح الجهاز من جوه ينضف فيه اي حاجة اي اي حاجات. الحاجات دي بتفرق كتير في الاجهزة اللي مسلا ايه? اللي فيها معدات بتتحرك من جوه. حاجات ميكانيكية. يعني مسلا الوحاجات اللي زي كده. اي جهاز فيه حاجة من جوه بتلف. فيه زي كده هوت. فييجوا بيبعاتوا حد فعلا يفتحها وينضفها ويزبط ويرتب الامور وكده. ويقول لك واسح احنا ايه? لمدة سنتين اللي جايين كل تلات شهر احنا بعت لك واحد. طبعا هم واخدين تمن الزيارات دي مقدموا بالزيادة. بس انت بنزولك مرتاح. ليه? لان مش كل الجامعات بيبعندهم ناس شاطرين في ان هم يعرفوا شغل تشحيم والحاجات اللي زي كده هوت ديه ويتنضيف الاجهزة وكده. تاني حاجة فيه اجهزة لو انت فتحتها تكسر الضمان. فيقول لك الشركة مناش دعه وانتو اللي فتحتوه. فحتى لو جامع عندها مثلا ورشة او كده شاطرين مثلا في قولية هندسة او في قولية علوم او كده عندهم ورش كويسين فيها. يخافوا يفتحوا الاجهزة. يعني لو انت روحت له بالجهاز ويقول لك ماشي. بس خير كده ما يرضاش يشتغل فيها. بس فانا عايز اوصل لك انه ايه? ساعات في قواعد للمفاضلة مش بس الاقل سعرا. يعني عشان كده بنيحتاجوا يشكلوا لجنة. اللجنة دي نفس الفكرة مع نفس اللي انتو عملتو في اللجنة اللي فاتت. برضو ربنا يوفاك لو عارفت تجمع الدكاترة. بس اللجنة دي خطيرة مهمة يعني. فدكاترة بيتوقعهم عليها بيبقى مهم وبيركزوا معاها جامد. وبيشوفوا بقى ايه كل الفلوس داخل وخرجة كام. بس وزي ما تفقنا هم بيبرروا لللجنة. لما بتتاخد بقى الموافقات بالحاجات دهية. انت برضو تاني ما قلتلك ليك اتنين لازم من يعني ايه? ما تقدرش تسيبهم خالص. مسئول المالية في الجامعة اللي انتو بتدريسوا فيها او المشروع ده جوا منها. ومسئول المشتريات او المخازن. اه ده الاتنين دول فاهمين الورقة كويس جدا وكل ورقة من دول بحساب. وممكن يععدك يلاففك حولي نفسك. عشان توقيع عشان مشكلة عشان حاجة. تاخد منه هو الصيغة اللي هم طالبينها تاخد منه الورقة اللي مطلوب. يستحسن تاخد منه صورة من مشروع قديم. يعني هما ساعات بيبقى مسلا عندهم مشروعة قبل زمان. في صورة للمحضر بتاع اللاجنة دهية. ممكن هو يصور لك صورة منها صورة ودية كده. ويبعتلك قول لك عامل لي ورقة زي دي بالزبط. هي دي اللي تبقى مقبولة عندنا. ساعات بتحصل انه مسلا ايه? جوة الكلية اللي انت فيها يوافقوا على الورقة دي. تطلع الجامعة يرفضوها. لان الجامعة ليها نظام تاني. فحيرجع هو يكلمك على تليفون يقول لك مع نش تعال لنا الجامعة عايزة تعديلات. كل ده عادي. مكفوش حاجة هو راجل معنوش زم بي يعني. هي الجامعة ساعات بتعدل حاجاته كده. فساعات بيبقى في جهات فوق بعضهم البريقراطية ايه? بتختلف من واحد للتاني. ممكن اتنين موظفين على نفس في نفس المكتب. واحد النهاردة يوافق على الورقة. اليوم اللي بعد منه غايب او في حاجة ييجي زميله يقول لك لا خلي بالك ده في مشكلة كزا ده مش عارف ايه كده يعني. فربنا ييصر حلف الاوراق اللي زي كده. اه معنى اش هو الجهاز قرر بيجي. يعني انا عارف انت تعبته والغاية كل ده بيستنين بقى الجهاز ييجي وتركب عشان تشتغلوا عليه. ربنا سهل احنا كده قربنا ان شاء الله خلاص ناقفل الفيديوهات عشان الجهاز ييجي يعني بإذن الله. شكرا. اه اخر حاجة انه لما خلاص وفقته ورسيته جهاز على شركة معينة بتبعطولها امر التوريد بقى. امر التوريد ده بقى اللي الشركة تم استنينها. ورقة كده معناها ان احنا كجامعة كزا بنطلب منكم توردولنا الجهاز. وهندفع لكم الدفعة الاولى المتفق عليها. اه وفي انتظار ان انتم ايه تقدموا الجهاز يعني حسب ما انتم حددتم في العقد او في التعاقد او كده. بيجي بقى المهندس من الشركة او بيجي مسؤول من الشركة بيمضي مع الجامعة ان هو فعلا خلاص ده في عقد او التزام ما بين الشركة دي وما بين الجامعة دي ان هم هياخدوا فلوس قد كده ويوردوا الجهاز بعد فترة قد كده بمواصفات قد كده ويعملوا قد كده واعملوا قد كده واعملوا قد كده وهكذا. اتفقنا? بس نكمل ان شاء الله فيديو اللي جاي. شكرا.